وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند جماهير العلماء ويمكن أن تكون بدون صلاة بأن يدعو الإمام في خطبة الجمعة هذا من صور الاستسقاء أو يدعو كل مسلم هكذا دعاء خاصا فهذا استسقاء لكن هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها خرج إلى المصلى وصلى صلاة خاصة للاستسقاء ويذكر بعض العلماء بعض السنن قبل صلاة الاستسقاء فيستحب أن يذكر الإمام الناس بالتوبة ورد المظالم والرجوع إلى الله لأن سبب حبس المطر عن الناس الذنوب والمعاصي كما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا والتقول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ثم أيضا يستحب قبل صلاة الاستسقاء أن يصوم الناس بعض الفقهاء يقول يصومون ثلاثة أيام يخرجون في اليوم الرابع صائمين ويصلون في اليوم الرابع وبعض قال يخرجون في اليوم الثالث يعني ليس في هذا شيء معين لكن المقصود أن الصيام من أعظم أسباب إجابة الدعاء وفيه تذلل لله تعالى وأيضا الإكثار من الصدقة وأيضا عند جماهير العلماء يستحب خروج الشيوخ والضعفة والعجزة والصبيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم فهذا مما ذكره بعض العلماء وكيف يخرج المسلم لصلاة الاستسقاء قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني إلى المصلى فالمستحب في صلاة الاستسقاء أن تكون في المصلى لأن هذا أبلغ في الافتقار إلى الله جل وعلا ويجوز أن تصلى في المساجد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا والتبذل ترك الزينة وقال متبذلا متخشعا مترسلا يعني متأنيا غير مستعجل متضرعا حتى أتى المصلى فرق على المنبر يعني خطب خطبة الاستسقاء قال ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد كما في رواية فهكذا يخرج المسلم بهذا الأدب متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فهذا من أدب الخروج لهذه الصلاة وثم الخطبة يجوز أن تكون قبل الصلاة تقدم على الصلاة وكذا ثبت في أحاديث كثيرة يعني أكثر الأحاديث تجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل من المنبر وصلى ركعتين وهذا ذهب إليه بعض العلماء وأيضا جاء في بعض الأحاديث وإن كان هذا مذهب جماهير العلماء أنه يصلي أولا ثم بعد ذلك يخطب وهذا يعني هو المشهور والمعمول به في هذه الأيام وهو المشهور من يعني مذاهب جماهير العلماء وبالنسبة لصلاة الاستسقاء الذي يدل عليه ظاهر حديث بن عباس قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد أنها مثل صلاة العيد فيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات والظاهر أن تكبيرة الأحرام منها ثم في التكبيرة الثانية يكبر خمس تكبيرات ويقرأ في الركعة الأولى بالأعلى وفي الركعة الثانية بالغاشية وإن كان عند المالكية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع بدون تكبيرات لكن الظاهر والله أعلم كما جاء في حديث بن عباس رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول بن المسيب رحمه الله تعالى وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإذا صلى الناس صلاة الاستسقاء ثم بالنسبة للخطبة أيضا عند المالكية والشافعية أنها خطبتان وعند الحنابلة أنها خطبة واحدة والأمر في هذا واسع فظاهر بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة فلو خطب خطبة واحدة فهذا يكفي ولو خطب خطبتين فهو جائز الله أعلم وأيضا عند المالكية والشافعية أنه يستفتح الخطبة بالاستغفار لمناسبته للمقام كما جاعن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فلم يزد على الاستغفار فقيل له ما استسقيت فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء أو سألت الله تعالى بمجاديح السماء يعني هذا أعظم سبب للإستسقاء كما قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فإذن ممكن أن يستغفر وإن كان عند الحنابلة فأنه يكبر كخطبة العيد والأمر في هذا أيضا واسع لو افتتحها بالحمد أو بالتكبير أو بالاستغفار فهذا كله واسع والله أعلم ثم يخطب الإمام الخطبة جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وهذا يدل على أن الخطبة تكون على المنبر قال وعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدى حاجب الشمس فصلاة الاستسقاء يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس حين بدى حاجب الشمس المقصود عند زوال وقت الكراهة يعني بعد الشروق بربع ساعة تقريبا مع بداية وقت صلاة الضحى وصلاة العيد كذلك يبدأ وقت صلاة الاستسقاء وعند طبعا هذا هو الوقت الفاضل لها أن تصلى في هذا الوقت أو في وقت الضحى و عند يعني الجمهور العلماء أنها تصلى في أي وقت بعد ذلك يعني يمتد وقتها إلا أوقات الكراهة فيمكن أن تصلى في النهار أو في الليل فإذا صليت بعد الزوال يعني بعد الظهر فهذا جائز عند جماهير العلماء وإن كان المالكية يمنعون ويقولون يعني وقت صلاة الاستسقاء مثل وقت صلاة العيد يعني إلى يعني قبيل الزوال فينتهي وقتها ف لكن الجماهير على أنه يجوز أن تصلى بعد الزوال فهذا بإذن الله ليس في حرج أنه لم يثبت حديث في تحديد وقتها والله أعلم قالت فقعد على المنبر فكبر وحمد الله فإذن جاء في يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر وحمد الله جل وعلا ثم قال ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم والسئخار المطري عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله أن تدعو ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيثة واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود فإذن هنا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة ثم لم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره يعني بعد الخطبة أيضا مع الدعاء الذي في الخطبة يتحول الخطيب إلى جهة القبلة ويستمر في الدعاء لكن هنا يقلب رداءه فقلب الرداء هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة قلب الرداء يعني إذا كان كما تعرفون كان يلبسون الرداء يعني مثل لباس الإحرام وكذلك اليوم مثل الذي يلبس الغطرة مثلا أو البشت مثلا فيقلب يجعل اليمين جهة اليسار واليسار جهة اليمين كما جاء في بعض الروايات هذه صفات القلب ما يكون من الأعلى للأسفل كما جاء بعض العلماء وكما ورد يعني في بعض الروايات التي فيها ضعف فالطريقة أن يجعل اليمين جهة اليسار واليسار جهة اليمين وهذا القلب كما قال أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال وحول رداءه ليتحول القحط يعني هم باب التفاؤل بتحويل القحط كما يتحول الرداء كما يحول رداءه فكذلك كأن هذا فيه استبشار وتفاؤل بتحول الحال وتغير الحال ثم يعني يرفع يديه أيضا يستمر في الدعاء فترة ثم ينزل ويصلي أو إذا كان قد صلى يعني يدعو وتنتهي الخطبة وينتهي الدعاء بهذا لكن نبه العلماء أنه لا يعني يحول رداءه مرة أخرى إلا إذا خلعه يعني يستمر على حال إلا إذا خلعه ثم بالنسبة لرفع اليدين في صلاة الاستسقاء في الدعاء ثبت عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء فأشار بظهر كفيه إلى السماء فالدعاء فالاستسقاء يختلف عن الدعاء العام فذكر هذا الفقه في كتبهم من أهل المذاهب وذكروا أنه هذا على ظاهره أنه يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء فتكون يعني صفة الدعاء هكذا حتى لو بالغ في رفع اليدين لكن ما يدعو هكذا كالصفة المعروفة وإنما يقلب كفيه يدعو هكذا وقالوا هذا جاء في حديث أنس وكذلك جاءت بعض الروايات يعني بسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء وجاء في حديث أيضا يعني رويت بعض الأحاديث في هذا وإن كان فيها سانيدها ضعف لكن هذا يعني ورد عن بعض السلف قال ابن سيرين إذا سألت الله فسل ببطن كفيك وإذا استجرت الله فقل هكذا ووجه يديه إلى الأرض يعني كأن هذا فيه يعني سؤال كشف الضر ورفع الضر فأنت لا تطلب وإنما تسأل دفع الضر فقالوا هذا يناسبه أن تكون الكفان مقلوبتين يكون ظاهر الكفين إلى السماء قال ابن رجب وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه إنما حصل له من شدة رفع يديه انحناء بطونهما إلى الأرض وليس الأمر كما ظنه بل هو صفة مقصودة أو قال بل هو صفة مقصودة لنفسها في رفع اليدين في الدعاء وذكر أثر بن سيرين الذي تقدم معنا يعني بالرجب يقول بعض العلماء تأولوا هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم من مبالغة في رفع اليدين يعني كان يرفع يديه إلى السماء لكن لما بالغ حصل هكذا يعني ما كان يقصد يعني الرفع بهذه الطريقة وإنما هو رفع يديه هكذا لكن أصبح الظهر من شدة رفع اليدين أصبح ظهر الكفين إلى السماء يعني هكذا يرفع يديه لكن ابن رجب رد هذا القول قال وليس الأمر كما ظنه هؤلاء بل هو صفة مقصودة في ذاتها أنه يرفع يديه هكذا يرفع يديك كما ترفع يديك هكذا لكن تقلب الكفين ويكون الرفع هكذا من باب كشف الضر وهذا بالفعل يعني قال حرب رأيت الحميدي من كبار المحدثين مد يديه وجعل بطن كفيه إلى الأرض قال وهكذا الابتهال وذكر هذا يعني مالك أيضا رؤيا مالك رافع يديه في الاستسقاء قال وقد جعل بطونهما مما يلي الأرض وقال إن كان الرفع فهكذا وهكذا ذكر يعني الشافعية هذا وهذا يذكره إذن الفقه في يعني كتبهم والله أعلم